لو انتبعتك ايه في كاس تعادل من حد الوقتي؟ مفقق كتير في اسماء كبيرة لسه مدخلتش للبطولة وخلينا اقول من دلوقتي انه في ناس كتير بتنخدع بالمباراة الاولى يعني ايه بتنخدع؟ سواء بالاجابة او بالسلب يعني اسبانيا نهاردة عملت اداء مبهر بس قدام مين؟ قدام كوستاريكا كوستاريكا فريق خالل من النجوم فريق عنده بشكل كتير معظم عناصر اما في دوريات ضعيفة او في الدوري المحلي فتيجي يقولك اسبانيا واسبانيا 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 اه اسبانيا بالمناسبة ممتعين وهيبقوا ممتعين معلوس انريكا لكن اللي انا اقصده انه مش برامتر مش مقياس مباراة اسبانيا نارد طيب البداية طبعا فرحنا كلنا جدا 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 بالعمل والمنتخب السعودي وإنجاز عظيم نفوز على المنتخب الارجنتيني بكل هؤلاء النجوم لكن هل الارجنتيني نكمل كده في البطولة انا بقولك لا اكيد لا في منتخبات بتبتدي فوق قوي الامور بتبتدي تبقى اسوأ وفي منتخبات بتخش البطولات الكبيرة ببطء شوية حالف على كلامك دوت انا برضو متوقع لانجلترا انها مش هتقدم المستويات كبيرة زي ما عملت قدام ايران عندهم مشاكل دفاعية عندهم مشاكل دفاعية كريسية عاملهم مباراة كبيرة قدام ايران وكسبو ستة بس عندهم مشاكل دفاعية علشان كده دايما بنقول فيه مصطلح بيستخدمه كتير جدا كريم اسوه مستوى التنافسية انا المنافس بتاعي عامل ازاي يعني انا اقدر احكموا واقيم ما يقدموا منتخب اسبانيا وهما بيلعبوا المانيا مثلا رغم ان المانيا رغم ان المانيا احنا اتكلمنا هنا كريم لما كنا بنتكلم قبل البطولة قلتلك المانيا بيبنوا جيل بيغيروا جلد اسماء كتير مش معروفة لسه لسه بدئين يخشوا وده كان مردوده النهار ده لكن المانيا يبقى فارق كبير في المباراة الكبيرة سيظهر بمستوى افضل كتير من اللي ظهر بيه قدام الياباني النهار ده فيبقى مباراة اسبانيا قدام المانيا لشان كده برضو البداية المتعسرة او البداية القوية في المباراة الاولى خاصة للمنافس ضعيف ما تقولكش قوي دين يا راح فين لكن يبقى على ما هو ما يزن فيهم فجئتين كبار جدا حصلوا فوز المنتخب السعودي الكبير كتائب